اشتري شوية حاجات محلول احنا اول ما نرجع على مصر هكتب وننزل على الله زهر تروح تنقي اللي انت عايزها جلاليب زباح عبايات حريمة وسجليت صلاة كمان كأنك جاية من الحجاز بالزبط ماشي انت بمية زمزم مية زمزم هنجيب شراك فاطئ وحنبنها مية من الحنفية يعني هم كنوا دقوا مية زمزم قبل كده ماشي خلاص هزلنا عدد طب استان طب كام ليه انا لازم ندوس هنا عشان نعرف نعادل اشار لما انا خلاص حفظت البلد اي حاجة تعوزيها من هنا قوليلي وملكيش دعم اخر مالك يا طه جلاليب وعبايات ايه اللي بتقوليها يا سيش يا حكمة ماتي كثير يلا يا سيش يا حكمة يلا يا سيش يا حكمة كوني يا طهر احنا عايزين نلحج الطيارة ما هو في سؤال ما حيرني ليه سيدياب ضحك علي وقال لي ان احنا رايحين لتشيك مع ان احنا في كرواتيا يمكن ما كانش عايز حد يعرف طب البناية الغلبانة دي يعني ما ينفعش ناخدها معانا مصر طاهر يلا ابو سيادك عايزين نلحج الطيارة يعني انا كان نفسي بس الظروف فاجأ هنقبل ايه انا عايزك تبلغي كل صاحباتك ان المستاهي مسافر باهم مستاهي السلام الله يرحمك يا ابا اتنين مستاهي من دول ما كناش دفعنا دم قلبنا في العلاج كان قام زي الرهوان يلا عشان نلحق الطيارة يلا يا طاهر يلا يا طاهر موسيقى ما شاء الله ما شاء الله ايه دي يا كامل تكتك جديد وكاش كمان كاش امه ليه فاكر انا هجيبه اسم داني دافع تمنه وانا جاعد حطت رجلي على رجل ويجبت فلوسو منان داني كامل المستاهي ايه؟ ومن النهاردة مفيش اطالي عجايب العموم ربنا يكريمك اني رايح احلي بالجاموس روح يا اختي روحي الهي تنتحك وتخلصنا مني اكتب لك ايه عال تكتك يا كامل سيدك كامل يا كامل حجك علي الله يرحم ايام زمان ده ايام ارجعها دي ايام ما تفكرنيش هقولت ليش اكتب لك ايه؟ تكتب ايه تكتب ايه اه لو الشجاوة رتب كان زماني بجيت ليون ايه فيه الدنيا ما خلصتش ايه مين اللي جانسور يا فاكس يا ولادي اللذينة وحشت جدا يا جنرال وحشت يا ولادي حبيب حشت يا مرام عاش مشابكو كومون باتو يا فاكس صبابي ايه يا بيت دايخة دايخة ده انت ده واختان الحد ما عرفني مكانك انت كان من فين يا فاكس كانان هي انا مكان ما خبطت خشوا تعاد لا استنى ماكيش وقت ادخل يلبس ويلا بينا يلا بينا على فين؟ لا لا على علا حبيبك عارف ان احنا جايين لك قالك هدوط عوليه على الكابلين اللي هو اشغال فيه موجود هناك هو البوب ونجمع كلنا زي زمان والولا البوب كمان ده بوب وخمرة ونسوان ومالياطا يا فاكس اخرج من كهفك يا ربا يا العبير عظيم ولو مالياطا يبقى العادة في الكهفة احصل الله اخرب عقلي اللي هي اللي البوب اقداش منها ده؟ اه يا بينا على لد؟ الفاكس اتعلم عليه ولا ايه؟ يا رشار ده كان طار قديم واخدته تعالوا انت وحشيني خشوا غايت مالبس ومش ياه خشوا اتوحشت الجوايا حكمت هو انت كمان بل يا طاهر كيف بلاد برا؟ يا ماري سويد على برا وبلاد برا ده ايه اللي بيحصل في بلاد برا ده يا سيديان؟ ده انت خدعتني وما قلت ليش؟ ده اني هحكي لك بلاوي بس يعني مش قدام الجماعي اسيبك اسيبكو يعني عشان العربية اللي جبيتنا من المطار هتوصلني للبلد السلام يا طاهر السلام عليكم عليكم السلام بيحصلني هاي الحلوة دي يا بيكو اها قلت اتجلع نفسي شوي تجلع نفسك سيديان السيديان المهم انا عملت كل اللي قلت لي عليه الفلوس مسلت كل حاجة طواب تعالي تعالي اه قلت ايه بقى اعون باشا ايوة بس مليون ونص دول قولاي القاوي عشان تبقى معايا شريك في الكباريب ده يساوي خمسة مليون خلاص يدخل يوم شريك بنسبة خمستاشر في المية وده عدل ربنا خمستاشر ده ايه هم عشرين في المية يعني عشرين في المية فيش حد يلاقي فلوس لمن دول والقرش الصيادة لشكل عزيز أمري لله أنا لولة زنقتي وصفري للعلاج ما كنتش فوتة أفدا شبري من الكباريب يعني أم مبروك بكرة تجيب المحامي وتجوني عشان نمضي العقود وأنا هعمل توكيل لبنوختي عشان يبقى معاك كل يوم في تحديد نسبيتي بس أنا ليه طلب عندك أمورني عمال النظافة والجرسونات والجردات وعمال الباركينج اوعى تمشي حد منهم وخصوصا الواد لعلهم حطوا في عينيك يا عم ربنا ما يجعلنا قطعين أرزاق واحدين التطلقين عاشا بقى وانت لسه صاحب بحب يا ولادي اللي عباء الإنسان والله ليك وحشة عييلا بديانج عامل يا عمهو عظيم يا عمهو يا عريات تعالوا تعالوا انه ورير الدنيا خش يا رجالة خش خش يا عمهو مهو والله العظيم تلاده ليك وحشة عمهو معاني والله وانت لعلو عشت بحش ناول يا بوب خدها يا بوب تعالا بوب هو يا رجالة يا رجالة يا بوب عامل ايه يا ولك عملا حبيبي عباو سيجارة عباو سيجارة عباو ده هتسلم متعارك مليش فيه لما اغزل علو باشربها والعب ايه ده هتسلم صرفت اخر جنيه من البنك كنت امتالكه ووش عارف اتوه ده ازاي لغاية اخر الشهر ومين سمع؟ ده انا اخر جنيه شفته كان من زمان قوي عايش ازاي يا دولار؟ عايش سفلقة ورمي بالا على خير الله وانت عريق؟ انا مقضيها في علاوة الناس من النصبايا كده فاست فود حاجة علماشي يعني النصبايا فاست فود؟ لاي جزيج اشيخ وانت عدد؟ انا الحمد لله اللي علموا زبطني معا هنا وراح عمني من شغل المكربصات والكارتة وال... طب المكربصات والكارتة كنا عارفين بتعمل ايه؟ هنا بقى بتعمل ايه؟ زي ما كنت بعمل في سويسا دراعه اليمين كاكاتا دراعه اليمين ده باختك كعنا لقيت وظيفة عر بقى والخلق الخالق احنا زبطكوا زي ما زبطتوا واحدة عارفين الرجل اللقنا عناك ده صاحب المحايا بعزين حبيب ومارفضنيش طلب واعينكوا قبل ما يدخل معاش ريك الهاج هتنور المحل يا حسن باشا لما تشتغل هنا هتنور المحل؟ ها هتكون هشتغلي هنا العلم؟ الحمدلله على السلامة يا حجي الله يسلم والله يتوحشتك جوي جوي يا حجة وانتو كمان اتوحشتكم جوي 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 والله وسحتك جات على عمرة يا حكمة ووشك يمنور ما شاء الله ده نورك يا حبيبتي دولي هدايا جبتها لكم من الحجاز الله يخليكي وبارك فيك يا موانصور ودولي عشان جوازكم وولادكم تسلمي يا حجة حكمة يا قصلة يا بيت الكورما صمارا دي حشان كتب خيرك يا حجة ده حكمة ما نسيتش حد واصح لا الحجة نسيتني عني أها ودي تيجي يا رجيبة بنتي بالزاد جبتلك ميت زمزم عشان تهدي وتروي اش معنى انا اللي جبتلي ميت زمزمت لا جبتلكم كلكم الله هي باركلك يا حاجة المهمة قوليلي دعيتلنا ولا لا؟ طبعا دعيتلكم كلكم ودعاتيلي انا كمان يا حكمة انتي بالذات يا نجيبة دعيتلك من صميم قلبي دعيتلنا دعيتلنا اشتركوا في القناة 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 هيوة! أمالهو جاب التوكتوك الجديد منين؟ هو بجاله يومين مروج نفسه توكتوك؟ ومروج نفسه؟ وقعت أمك صودة يا كامل انت وضحكتك النتنا دي يا حبيبي يا حسام ألف مبروك الله يباري فيك يا شباب ألف مبروك يا حبيبي الله يباري فيك يا شباب شوف ربنا عوض صبرك خيره هو الحمد لله وليه شغل فيه نفسك؟ في شركة أمن تعرف الشركات الأمن الخاصة دي طبيعة شغلهم مرايد من طبيعة شهدنا في الداخلية وربك يسألها إن شاء الله طي وانا عندي خبر ليكو حلو برضو أنا نويت أكلم اللواء هانيف إن أنا أرجع للرهام تاني الله يا محمد إيه الأخبار الحلوة دي مبروك الله يباري فيك ألف مبروك يا حبيبي ربنا يباري فيك يا حبيبي ربنا أنت المالك على خير يا محمد شكرا يا حسام هيوة كده عاوزين أخبار تفرح الحمد لله وانت بقى ست شهان مش ناوي أنت كمان تفرحينا كده أفرحكم إزاي يعني يا ماما فرحنا بمحمد وفرحنا بحسام أنت كمان مش ناوي كده تفرحينا ولا إيه يعني هو أنت يا ماما يا حبيبتي عايزة تجوزيني وانا عندي عيل لا يا حبيبتي مش عايزة أجوزك وانت عندك عيل أنا عاوزاك ترجعي لجوزك عشان تربي العيل ده واستيقه تاني يا ماما تاني تاني وتالت ورابع لحد ربنا ما يهديك ماما عندها حق أشان لازم تدي لساهر فرصة تاني انت عندك عايزة لبنتي هو يا حسام مش بيقوله الجواز أساسه القبول مش هارعنا طيب أنا بقى ساهر ما بقاش لي عندي قبول خالص بالعكس بقى شاكله بقى بيفكرني بأيام سودة نفسه نساها بقى استغفر الله العظيم ربنا يسلح لكم الحق الفلوس الفلوس فادي يا هالي النعمة مكتح هادي انت يا هالي وديت وديت الفلوس فادي والخبتة السريمة مخدت حاج العجين يا ابو البنات أم البنات والبنات محبوسين جوه ومحدش حيغيتك مني الفلوس فادي اللي كانت في عشة القرنب يا هالي افتكرت افتكرت ايوه من كم يوم كده كنت معدي من يمة العشة ولجنت ربع جنيه مرمي على الارض هو بتاعك يا اخوية لو بتاعك ممكن تديولك ومتاعملش فيها يا كيدي ربع جنيه يا معافي اني هعمل فيك كده على ربعك ده ده الربع ربع ارنب يا خفيف ايه لعفانة بتاعتك دي يعني انت عمزبني عشان ربع ارنب مالعش ماللنا انارم قدامك اهو نجي من اهو اح يا تومة ارنب ايه ارنب ايه ربع ارنب يا والي يعني ربع مليون جنيه ربع مليون جنيه وشبتهم من يندون يا طال وانت مال اهلك انت مال اهلك انت والنعمة الشريفة يا كامل لو ما رجعتهمش دلوقتي لقتلك ووريسك تاني يوم الصباح انت وضيتهم فاني انت لو قتلتني مش هتعرف توصل لحاج يعني خطوهم يا والي ايوه خطوهم ومش حطول منهم ماللمح انت بتسرقني متسرقني يا حرامي حرامي صارك حرام هو انت يعني كنت تتعبن فيهم يعني وشبتهم بجعارك جبينك انت مال اهلك انت انت مال اهلك والنعمة الشريفة لموتك يا كامل حموتك موتني ماني كده كده عايش ميت بس لو موتني مش هتعرف مكان الفلوس وساعد هي اخبط رزك في الحياة يا طال دهاني هخبطك انت اخبطك محافظة مموتك انت ميت بطيت تقوز قلي بطيت تقوز قليل بطيت تقوز قليل بطيت تقوز قليل يا مرارك يا حاجمة ده وقته ده وقته اه اه عز وقته اه اشتركوا في القناة 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 يعني انت شغلتنا هنا عشان احنا حبسجاية ورد سجون وحرمية لا يا حبيبي بتقول مش رد سجون انت وده كاترة خرجين من السجن يعني ده كاترة واضح يا سادة ده كاترة انكم مش هتعمروا معنا في شغل هنا لعيب مش عليك والله يا لعيب ما عليك لعيب عدنيا اللي خلت واحد زيك يلطننا ويتحكم فينا بس ليك يوم يا مونير وخليك فاكر الجملة دي كويس ليك يوم احنا ملناش سعر ماشي استنى احسان ما عليش يا مونير بيه ما تزعلش منه الوعدة عزم يمشي كله اللي كده يا باشا الوعدة عب ما نشفى وضبط لنا المحل ولو ماشي المحل هيخسره احنا نصبر عليه وكله بالحناية بيليني طب بسرعة الحواب لم يمشي يا حلوة يا ولاد يعني احنا هنسيب الكافر ونقعد في مصر داني الفرحة مش سيعاني وانت مين قالك يا جاموسي انك هتنزلي معايا مصر انت مش روحت مصر انت وكامل وأشجرت وشجة ومكتب ايه وديني رجعت عشان ابيع البيت والارض زي ما انت شايفة مدام حتبيع البيت والارض يبقى هنسافر معاه لا انت والبنات هتتلاقحي عن ضمك وهون عليك تسيب لاني والبنات مش دول بناتك برضو مانا خيبة ده اني خلفتهم في ليلة ظلمة خلينا عيش في النور يعني هي جات علي ده ننسيت اقولك على حاجة مهمة خير يا سابعي انت طالك بالتلاتة يا لا فت ولو عايزة نفع ايه? ابقوا رفاعي قضية ويتوفي على قبري لو خدت حاجة bombersý طá ver ما بصدنيش يا立 يا سي طاهر استن يا إخوي استن ياا اخر استن يا سي طاهر قولنا بما تسيبني يا عزي يا با يا عزي يا عزي حامل وأنا بجالس ستة شهر ميد جدام الخالق كيف يا حكمة؟ والله ما أنا هعرفه أعمل إيه؟ العيل دي لازم ينزل ينزل؟ أنت اللي بتقولك دي يا دياب؟ على عيني يا حكمة بس بكرة بطنك بتكبر وحنتفتح جدام الخالق هأيه بس ديه حرام باعرف إنه حرام ربنا يسمحنا وأعوض علينا بغيره لما الأمر تتحسن السلام عليكم ستة حكمة أحمد الله على السلامة الله يسلمك يا طهر واضح إنني جيت في وقت مش مناسب بالإذن خليك يا طهر أوقع ديه ديه أنا كنت جاي عشان أقول لك خبر حلو جايز يخرجك من الحالة اللي أنت فيها ديه؟ تقول أصلاً يقول والوالد كامل أخوي المنتن ديه اللي أنا عرفتك عليه فتحنا شركة استراد وتصدير زي الشركة اللي فتحتها إنت ووهدان أوه يعني الشركة ديه تبقى غطى على شغلنا التاني عفالم عليك يا طهر وهو كده الشغل يولى بلاش وكل ما توزعت الفلوس في حسابات كتيرة تاهت وما حدش حيقدر يتابعه مش ناجس غير إنه إنت تلاعب لنا الإرد وتوصلنا على أبداع نجيبها من بره نبيعها ونأكل فيها لقمة عيش يا ريت يا طهر بس كيف؟ نحن بحاجة لرجال ده التهريب عاوز له ناسه ومش أي حد يعرف يدخل البضاعة ده عالم تاني خلاص قدي العيش لخباني هات مهربين بالأجرة يخلصو لك المسألة دي دول مش عاوزين أجرة عاوزين نسبة متجلش عن أربعين في المئة من كل عملية يا زيني النبي أربعين في المئة؟ وغيرك ده أنا مضممش يسرجوني وصلوا البضاعة للمخازن ناكسة لا بضاعة ايه دي اللي توصل ناكسة؟ وديه كلام؟ طب يعني إحنا هنفضل قاعدين حطين إيدنا على خدنا كده؟ وإحنا معانا كل الفلوس دي؟ وكمان معانا اتصالاتنا بالناس بره؟ كل ديه مش مهم المهم كيف ندخلوا البضاعة ونخزنوها ونوزعوها كمان سيدي دياب، سيدي دياب الزابط حسام الهلالي بيشتغل بلطاجة في كبارية ايه؟ انت بتتكلم جد ياد يا وهدان؟ ايه؟ يا سبحان الله دي زي ما تكون تاهيت والإناهر؟ ايه دي يا طاهر؟ مش الزابط حسام دي، كان شغال زابط في المكافحة والحكومة رميته في الشارع لما احنا لبسناها قضية ورميناها في السجن؟ قول يا طاهر انت هتقول لي جسة حياته عاوز تقول ايه؟ عايز اقول ان ما فيش غيره، ما فيش غيره يا سيدي الناس هو الوحيد اللي هيقدر يساعدنا ويدخل لنا البضاعة من بره انت بتخرف بتقول ليه يا طاهر؟ ايه دي بس يا سيدي حكمة ايه دي كده؟ وخلينا نتفاهم بالوصول حسام دي كان واحد من رجالة الحكومة وعارف ألعبهم وعارف كمان بيفكروا ازاي؟ يبقى هو اللي يساعدنا وهو بالنسبة لنا زي زوكر كوتشيني نقش به وبعد كده نحرمه ونعرف منين وحيقبل يشتغل معاني مش ممكن يرفض؟ يرفض كيف؟ عليه سابجة والحكومة رمياء وبيشتغل بلطاك الكبارية يرفض كيف؟ البلطة جهينة قدامي اللي حيعملوا معاني خلاص يبقى نقص نبضه يا سيد الناس كلام موزون يا طاهر موزون كيف يا دياب؟ انت هتوهم على عمو نسكت يا حكمة انا قلت حكتلو يا انا حكتلو بس خلينا نستفيدوا منيه في الاول قبل ما نكتلوه ما لقيتش غرده اللي يشتغلوا معانا؟ مجبورين مجبورين موفيش قدامنا حل غير جده طاهر أهم حاجة نكتلوه شو من المكان بشتغل فيه عشان يقبل يشتغل معانا؟ اعتبروا حصل يا سيد الناس موسيقى 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 ايه يا حياء وان انت ما بتنفس ايدك انت قول يا بوحي يا انت عايز انت كمان يا مايصحش كده يا حضره مايصحش وانت مين انت كمان انا بعد اذنك خطير ام المكان ده المكان ده هيتدردق على صحابه ايه خسن به الهلالة مستهي ايه باشا انا ماليش اي علاقة بالراجل اتعور ده وراح المستشفى وانت مين انا راجل صاحب كبارية محترم كل مهمتها باشا ان انا احمل زباين اللي عندي واشفط بطني واعدي ورجالتك دول بقى هم اللي عملوا المجزرة دي؟ يا خسارة باشا كانوا رجالتي زمان لكن من دلوقتي خلاص حض الله ما بينوا وبينهم يا باشا دول بلتجية كسروا المحل على دماغ الزباين هنحاوز اعمل فيهم احضر يا باشا لطيف قوي جو البيع ده يا ميسي مونير دي جزاتنا ان احنا كنا بنحمي الكبارية المحترم بتاعك صحيح اخرت اسموهم ايه دول علقة مين يا باشا اللي بقولك اخر اسموهم انا بقولك يا باشا انا باشا هتمنتلوها دي وباعلنها الناس دي انا رفضتهم خلاص والكلام ده شاهد عليه حضرتك يا باشا بنقش تقول انتك انت هتطردنا بالجنة وانتوا اسمائكو ايه بقى اسمك ايه يا رحمة ايه يا باشا رح قوم من مين دي المقدم حسام الهلالي دي كان زابط في مكافحة التهريم اكيد سيادتك سمعت عنه لا طهر ايه طهر ايه ماهم لازم ان يعرفوا برضا ان انت مش شوية ازاي تقول كده يا باشا انت تقرب لمحمد بيه الهلالي يقرب لمحمد بيه الهلالي يا باشا دي حسام الهلالي اخوه الكبير وانت مين ان شاء الله انا طهر المصطيح يا باشا اللي اخوه مرمي في المستشفى بس مش مهمة فداكم يا باشا انا اهم حاجة عندي ان الموضوع ديه يخلص عشان خاطر حسان باشا انت متعرفش غلوطه عندي انت بتقولي ايه بل طجف كبار ايه انت متأكن ان احسام اخويا انت متأكن ان احسام اخويا انت ما انا جايلك حالا يسوي الله ايه يا محمد يا محمد يا محمد تفعرضك هو اعملش فيها كده يا محمد ما صحش يا بان ايه قادر ما توقف بكلمك انت عايت مني ايه بعد معاريتنا وبعد ما احطيني قدام زمائلي انت واحد كدير ما كان لازم اجدد يا بان كان لازم اجدد علشان تنسوني انت ومك واختك ايه دي بقى شركة الامن اللي انت شغال فيها حط نفسك مكاني ما كانش فيش غدالة شريفة هتقبلني انت تشتغل بلطجي وفي كباريه يا حسام في كباريه لق وزعلان قوي ان انا اديتك فلوس لقى ان انا الكبير انا الكبير ومقهور ومكسور وعاطل يا ريتك في دل التعاطل وعلى عارتنا انت تشك دلوقتي ان انت دخلت السلجني بسبب جريمة انت هفتك ابتال اخرص ما انت صوتك لقى مش اخرص ومش هزكت وكفية بقى دور الملك اللي انت عايش لنا فيه هل انت مسدى ان اخوك وسخ يا محمد؟ اه وانت اللي خلتنا صدق كده وما تقولش اخوك انا اخويا مات وانده ما بقتش حاجة تشرف ايه ده ايه يا حسام باشر هو ماله جاي متشمل لعلينا له كده ماني خلصت الموضوع جوه وبعدين انا مش عايزك تزعل دي مصارين البطن بتتخالق وانت اخواته اكيد حتتصافه لعله خير ان شاء الله صدنا لعله سيبوني في حاله كللكم سيبوني في حالك يا رايح فا رايح فداهية سيبوني في حالك جنرال هنسيبه يا جماعة في حالته دي كده انا فكر احنا مش هنفع هنسيبه كده حتى لو غصب عنه يا جماعة ما ينفعش يمشي كده طب نوقف له تاكسي حتى ما تسيبوه يمشي ما تسيبوه مش كفايا شبهتوه بمشيوكو معاه في كل حتة سيبوه يلبف شوية تصدق بقى بسبب طولة لسانك دي مش هيطل عليك نهار جديد بعد الشر علي ما وكانوا بيه هزقوا فيكو طول النهار والليل جوه في الاسم اللي ما فيه حد فيكو تشامل ولا فتعه ولا يعني هي جات علي يدكو القرف الكلام اللي سمعته من أخوك ده صحيح؟ انت الكلام اللي سمعته من أخوك ده صحيح يا حسام؟ ايوة ماما ايوة انا مش مصدقة نفسي معقولة؟ انت حسام الهلالي؟ انت ابن البطل نجيب الهلالي؟ ابني اللي ربيته على الأخلاق الحميدة والطيبة والاحترام؟ تبقى كده يا حسام؟ كبرتك وخليتك زابط قد الدنيا يضرب بيك المسأ في الاخر تشتغل بلطاجي وفي كمارئك؟ مش مصدقة نفسي لا صدق صدق يا أمو البطل اللي هو قدامك ده حسام هلالي تاني خالص غير اللي بطنك شالته غير اللي ربيتي وكبرته مين؟ وقع اللي تغير فيه؟ وقع نفسك قصرت بعد عنك بقى عامل زي الفرس اللي مالوش لازمة ولازم يضرب بالنار الفرس الأصيل لما يقع وينكسر بيقف تاني وينكمل المشوار مش يندرب بالنار ده كان زمان يا أمي إنما احنا في زمن اللي بيقع فيه دلوقتي بيتداز بالجزم ومحدش ميمد دلوقين وأنا رحت فين؟ أنا أمك رفت فين؟ تنصى أنا فشلت بقى سندك كمان هبقى حملة عليك حملة علي يا يوسف؟ حملة علي أمك؟ وعشان ما تبقاش حم تضيع نفسك وبعد ما كنت ظابط محترم تبقى بلطجي بعد ما كنت بتحمي الناس تبقى بلطج عليهم وفي ايه؟ في ايه؟ بتحزبوني على ايه؟ بتقطعوا فيها ليهم على الليين المشانق ليه؟ أنا تبهدلت أنا تظلمت وتهنت اتسجنت ظلم وماش تفعليش بلوف الخدمتي في التخليق اللي مفهوش نقطة سودة دوقت تعمل الظلم على تغمى أنا أصلا ما عملتهاش ارحموني بقى ارحموني وفي الخلال تعدى في البيت زي النسوار واخويا الصغير بدل ما دينه مصروف بيرميلي حسنة لأ، أنا أكرم لي وأشراف لي لا أدوس على الناس كلها بدل ما يدوسوا علي يا ماما لا لا يمكن تكون ابني اللي ربيته لا يمكن عمري ما كنت أتصور انك تبقى مهزوم بالشكل ده أنا ربيتك عشان تبقى بطل مشي فوق يا ابني فوق من اللي انت فيه مفايا بقى فوق 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 أخبارك قابت يا سماسما وأخبار الهزة على حسن يو، أديني مقضيها ها؟ يعني إيه مقضيها؟ أنت بتغزي العين ولا إيه؟ قصدي يعني الكيت والزبين الحلوة اللي بترمي فلوس الفلوس زادت وفادت على الآخر يا أختي بلا نيلة عليها وعلى بختي ما أنا كنت باهزوا وعمل لهم قرد لأ كنت باشوف فلوس ولا نيلة منتي يا أختي اللي تسرعتي وتجوزتي وسبت الرأس والهز بدري فيا من دي أختي اللي سابته بدري؟ ده أنا حاجة وأغزكوا كلكم هم يومين رستي كده ونزل الملاعب تاني وأكسرته ياختي تيجي بالسلامة إن شاء الله وزاقينك مستنيني على أحر من الجام لا جاي يووه دباك ايه دا مين دي؟ في مالك متاهدي تزعايل لي ودخلها بزعبيبي صاحبتي سماسي في ايه؟ لا صاحبتي كتابيها في شاقاتك إنما من مناظر الزبالة دي المزخرة دي مش عايزها في هاتي ويمين بقى يا أختي الأختي إن شاء الله الأختي دي إن شاء الله تبقى صاحبتي البيت إن شاء الله اه بقولك ايه تهديلتي بالا دي وتطلعها بره ده بيت محترم في ايه؟ جر ايه ايمان؟ سوخ جاي يبقى خرشهرة في اني بنتك بتطردني من البيت انا وصحبتي انتي ضيفة في البيت ده يا لولا ومفيش ضيف بيجيب ضيوف معاك في ايه؟ بسوط العالدة في امان الحقني يا عمر اختك بتبهدلنا انا وصحبتي وتطردنا بره البيت ولو زودتني في الكلام هادي كنتي وهيا بشايفش جر ايه اختي اللي محدش عارف يلنك؟ مالها دي؟ ايه وعزبين؟ اطلع بره انتي وهيا ايمان قعب كده ما يصحش الكلام ده انا رجعت عباني مش شغل وعايز افش ارتاح شوية انت تروح ترتاح في اي حدة تانية اللي هنا طول ما انت معايك المناصر الزبالة دي انا مش عايزك في البيت ده فاهم ولا لا انا امك من نشغل صمعتنا ومش هيجي عايز زيك على اخر الزمن يجي يوسخ صمعتنا خد الزبالة بتاعتك واتلع بره ازايك يا حسان بقاشي؟ ازايك بطاعة؟ عرفت عنوني من ايه؟ مين اللي يسأل ميتوشي؟ مش هتقول لنا انفضله؟ مين لفاندي؟ دي كامل اخوية اللي كان منتن ما انت عارفه لا بس دلوقت يتغير على الاخر بقى بيستحمه وبقى يحط برفان واضح ان مش هو الواحد اللي تغير وبقى يستحمه وحفة برفانة طاهر كلنا تغيرنا يا حسان بيه؟ هو الزمن بيخلي حد على حاله معاك يا حب؟ انما انت ايه اللي تحضر بك الحل تحت اوي كده؟ ده قاني الدمعة كانت حتفر من عيني لما شفتك في المخروب الكباريه ده مستني ايه من واحد رد سجون زي؟ وايه اللي حصل يعني يا باشي؟ انت مهما حصل حطيف ضليل باشاك كبير بتاعني ده كان زمان انما انت يا ما شاء الله يعني ايه اللي نقلك النقلة دي؟ معينوك مدير الادارة وانا مش داريان او ايه؟ ادارة ايه يا باشي؟ اني بعد اللي شفته باعني وشفتهم رموك في السجن اكتقبت من الشغلانة وستهن وبقيت بشتغل في التجارة التجارة ايه اللي انت اتصيع؟ وانتكم تلاقي تأكر ولا حلتك حاجة من اساسه؟ اني بشتغل مدير عند اخويا كامل المنتن ده هو وشريكه اخوك ده؟ ايوة عقبال امال تكلوه واحد صاحبه راجع من اطلية معاه فلوس ايه بالزوفة وطبعا ملاجاش غيري انا واخويا طهر عشان يقامل لنا على فلوسي اه بتشتغلوا في ايه بقى؟ ايه في الاستراض والتصديق بتصدروا ايه؟ بهاين؟ احنا مش بنصدر احنا بنستورك كل حاجة بنصيل ما شاء الله واضح ان الشغل ماشي معاك واشيادكو معدد هذا من فضل ربي وكله بالحلال يا حسان باك وعشان كده احنا جايين لك المعارضة جايين لنا؟ عايزين ايه؟ عايزينك تشتهل معانا ايه؟ اشتغل معاكو؟ اشتغل معاكو ايه مستيع انا ما بعرفش صيني بيقولك ما بعرفش صيني يا باشا ده انت تعرف الكفت يا باشا واكيد بحكم شغلك في الداخلية لك علاقات في المواني وعا الحدود ده حقيقي بس ده حيفيدكو بايه؟ يفيدنا كتير جوي ما هو انت لو مسكتنا قدرت التخلص الجمهوريكي عندنا في الشركة هتخلصنا عمليات كتير وبسرعي وانت معارفك يا امي وده هيفيدكو هاي teens ايه اللى هيفيدنا يا باشا يا باشا Die time is money Die time is money واخLawah تتكلم انجليز يا باستيي يا باشا يعني هي جات عايي؟ لا جات لحد عندك وتحت رجلك وجدت علي انا وده ستنا واحنا باقي جا cookies لك عشان نهل بيوم يعني ساعدك ونشيلك بقى قبل ما العجلة تفرومك واضحت حضمك الدنيا غضارة يا حسن باشي واني بصراحة من ساعة ما شفتك مبارح واني مش على بعضي طب ده انا ما عرفتش هنام طولي ليه حتى اسأل الوقت كامل يه انا يا اخوي اطار عمره ما يجنب ابدأ جلال انت هو انا وانتوا شايفاني ماشي برايله ودي من اطاعها اللي العفو يا باشي بس انت باشي وحطيف ضل طول عمرك باشي وبصراحة يعني شغلانة بلطاجة دي مش لد علي انت حقتك يا باشي تقعد في مكتب ويكون متكيف وتبقى حواليك سكرتاريا وتبقى مدير وتاخد خمس تلاف جنيه في الشهر كم؟ خمس تلاف جنيه يا باشي خمس تلاف جنيه يا شغلانة التخليص الجمروكي دي بتكسب او كده امان ده احنا بلاستورة شو احنات بقلوفان ولي خلنا صنا مصلحتنا بسرعي لازم نحليل جوب قلت اي يا باشي قلت اي ولو اني مش مرتاح لكم بس انا فيها شوال خليك وراك كدهب لحد باب الضرب سعى الله عليكم عليكم بس سعى الله وبركاته الحمدلله بالسلام عمر ليه بس سلم يا كم الله حضرتك كنت بقتصل بيك وحضرتك مكنتش بترد معلش كنت مسافر برا مصر وسائل موبايل يانا خير في حاجة؟ أبدا السكان جابوا سباك واكتشفوا ان الموسير مصدود بأسماك توبلاك وده يمكن اللي مكانش من خل المية توصل عندنا ايه ده معقولة؟ وده مين بقى اللي عمل كده؟ الاستاذ نيازي قال لهم ان حضرتك عملت كده عشان تطفشهم من شواءهم انا؟ ايوه واحضرتك خدوا نفسهم بربطة المعلم لحد الاسم عشان يعملوا فيك محضر اسمال حالي ما ده ما حصل كده ما بلغتنيش ليه اول ما حصل ما انا عطى تتصل بك كتير وحضرتك ما كنتش بترد وكنت عايزة اقولك انك تروح الاسم عشان ياخده اولا اسم؟ ماشى يا ملاوالي اي حاجة ده حصل جديد تبلغني بيه على طول ماشي؟ تحت امرك حفظ تضغطي وقتان ايه؟ شفت اخر تشورتك السودا؟ امرها عمله فيها محضر في ايه ملكة هلسيت ويت في جلدك كده ليه؟ ايه المشكلة يعني؟ يعني ايه المشكلة؟ محضر واسم يعني ممكن تبقى قضية في اي لحظة عادي يا نصي احنا هو ده اللي احنا عايزينه عايزينه ايه؟ عايزينه ايه بس والنبي حرام عليكي بقى شكلك هتوديني في ستين دهية وبعد الشر عليك يا عمر كده برضو حبيبي فوقو نارضب ده خليهم يعملوا محضر ويروحوا يلفوا في المحاكم واتفع مصاريف محاميين لما يزهقوا واتفاشوا وينكشحوا في دهية من هنا وانا بقى المفروض علي اقف قدام كل المحاميين دول على اساس ان انا فاضل كل المشاكل دي امه برضو اقول لك حاجة يا عمر الارض زي لما هتتبعها يا حبيبي هتجيب ملايين يعني كل ده ما يستهلش ان احنا نصبر وبعدين انت لما تروح الاسم دلوقتي انكر كل اللي حصل ده بالعكس بقى انت تعمل فهم محضر وتقولوا ان هما بتلكي كلك ومش عايزين يدفع الصيانة اه على اساس بقى ان هما يصدقوني هما يصدقوكش ليه؟ ايه البين على ما نتدعه يعني ايه بقى ان شاء الله؟ يعني انت لما تروح دلوقتي وهما بيحققوا معاك تنكر كل ده وتبقى مصدق نفسك بجد ساعتها المحضر ده كله غيبوز ويطلع في شينك ويبقى رجاع بقى ادراض مقهم في الحير اسمح كلامي عمر ده انا لولا اللي طول عمري بطلع يقول ربنا يسطر يا لولا اتفضلي اتفضلي يا اولا حسام الهلالي وافع يشتغل عندي في الشركة شكله كان واقع واحنا استلقناه ايوه كده يا طاهر وعملتلو خمسة الاف جنيه في الشهر ايه؟ عملتلو بس انا ما عملتش كده الا لما انت قلتلي ان انت اللي قد يدفع مش بس كده وعاوزك الشهر الجاي تديه سبع تلاف جنيه ايوه بس ده كده ده كده ممكن يتمرع الشغل يا طاهر يا طاهر افهمني انا عاوزه يرتاح ويشبع بعد جوع افهمني سلام عليك يا سيدي الناس وعلى مخك الدهب ايه ايه فيه ايه؟ فيه ايه؟ ايه مهن يلو اتعلموا يا بسرعة قدي معاكي فيه؟ عمر خذوه على الاسم اسم؟ اسم ايه؟ حصل ايه ليه؟ سكان العمارة عملونه محضر في الاسم انه هو اللي جاب يسبب وقطع عليهم موية في العمارة وهو عمر كده ليه؟ مش مهم جا دلوقتي اخلاصي قبل المحضر كما يروح النيابة وطب عضيه ومصيبه نيابة؟ كله ويني جنتي يا وشي موية يا فكتي ودبعت ومرحمينه بقى استاني الحاجي معكي يا ماني لا يا مو حبيبتي خليك انت هادا طمين بالتريب لا الله ايه ده؟ الاكل ده كله لي انا؟ كل ياسي الباب مطرح ما يسر يمر زوز واختي عمل الاكل ده كله بايديها وغلوة كلا نعرف ان انت جاي تسلم ايدك يا ست الكل تسلمني يا سي الباب هنقذنكم بالاحسن متضايقة شوي كل بالعانة والشفة حاضر مسكينة مسكينة وطيبة وحظها وحش وليل في الدنيا دي ليه بس كده قفل الشر جزء قصلي طالقة رمع عليها اليمين التالت وهي حبة عيني بتحبه وبتحشاءه ونفسها ترجعها بس محتاجها محدد قصدك خروف يعني مسموش كده احنا عايزين واحد خدوم يكون منينا منينا قصدك انا بقى احبك وانت فهمني ده شكلك كده انت اللي مش فهمني خالص ده انا عايزة ناسبك اجوزك اختي مش انا الحمار اللي هتشهله البرتاع العلم انا مش خروف سد انت مش خروف بس فرخة يا كلب ماشي قوم يالا قوم قوم يالا مفيش اكل معقولة يا عمر معقولة انت تعمل كده انا مش فدها اللي ايمان قلت ولي في الدليفون ماما والنبي والنبي انا مش ناقص وبعدين انا عملت ايه يعني العمارة دي بتاعتنا والسكان اللي قاعدين فيها قاعدين على قلبنا وبيدونا ملالين كل اول شهر مع ان الارض تسوا اكتر من كده بكتير انت لسه ليك عين تتكلم يا بجح بعد ما الناس دي تنزلت عن المحضر اللي كان ممكن يدخلوك بالسجن لا اوعي تفتكري انه هم عملوا كده عشان بيحبوه لعشان سواد عيونه دول عملوا كده زي اللي بيقدم السابة عشان يلاقي الحاج عشان يا ماما يسيبهم قاعدين في البيع يا خراسي خالص يا قص المصايف انت لو زيتي ابني يعمل كده انا ابني ما عملش كده لوحده ابدا انا قلت له يجيب سباب لكن ما قلت لهش بقى يروح يتغابه ويجيب سباك المنطقة ومع اول قلم يقر عليه اخصى عليك يا عمر هانت عليك العشرة ده النبي يوصى على سبع جار ليه يا عمر ده انت دخلت بيتهم وكالت عيش مملح معاهم عايز ترميهم في الشارع في الآخر يا ماما انت بتقول له ايه عمر الفلوس عامته لا انا كنت عايز اجيب حقنا ولا اجيبكو بس يبقى اسمنا اصحاب ملك وفي الاساسة ان احنا شحاتين والإيجار اللي بنلمه من الناس كلها بيكفناش اسبوع في الشهر الله ينعي انقوا الفلوس اللي خليتك تبيع كل حاجة حلوة بينك وبين الناس اللي حواليك انت ما بقيتش تفكر غير في الفلوس وفي نفسك انا بفكر فينا كلنا على فكرة بصراحة بقى عمر معا حق يا ايمان لان المصلحة دي لو خلصت الخير هيعم علينا كلنا اه صحيح هو انا اللي عادة بتخانق معاه ما انت الشيطان اللي عادة بتوزيه هتخليه يخسر كل حاجة حواليه لغاية ما تدخليه السجن يا ايمان هو انا عيل صغير ولا ايه تصدق ان احسان لك ان انا تعمل معاك على انك عيل صغير وهبل وبريالة بدل ما تعمل معاك على انك راجل شحط وجاحد قوللكوا ايه انتوا عادين هنا لسه ليه تفضلوا برا برا يا مرحب يا احسان باشه يا مرحب ده ايه النور ده دي الشركة نورت بداخلتك عليها اللهي الشركة من وراء بصحابها انا مش بصدق نفسي من الفرح انا نودي ودي افرشك الارض رامله ايه يا واد شغل الفوعلية اللي انت فيه ده يا واد ما تنزل شكارتي الاسمانتي من على كدفة كنت بتسلم عليه عيب كده نزل ياد رجلك نزل رجلك اهيه حسان باه مش محتاج للمحلسة دي حسان باه صاحب مطرح اتفضل يا باشه اتفضل افرجك على مكتبك الجديد اتفضل اتفضل معاني اتفضل يا حسان باه اتفضل 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 يا حسان باه اتفضل ايو امي ايني ها ايه رأيك بقى في مكتبك الجديد لا لا اني عايزك تقعد هنا عايزك تجرب المكتب الجديد ده اني دفع فيه دم قلبي بس والله مش خسارة فيك ده احنا بيننا عيشه ملح واني لحمك تافي من خيرك وجبنا لك كمان سكرتير اخصوص تقنيلة عليك وعلى اندفاعك دايما كده مندفع وحريق لكل مفاجآتي ايه تشرب ايه يا حسان باه لا على حال طعم تشكر لا ازاي اياكش يا رب اعدم كامل اخويا ده لتشرب حاجة خلاص 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 شاي هاتي شاي ايه شاي بسرعة بسرعة اني عايزك بقى تورينا الهمة تورينا الشغل واني زي ما اتفقت معاك اول كل شهر حديك في ايدك خمس تلاف جلال ولو حبيت تشتري عربية بالقست او اي حاجة اني رقبتي سدادة الخير كتير والحمد لله ده اني ممكن كمان افتحلك حساب في البنك وحطلك فيه المرتب بتاعك والقست يبقى يتخصن منه ها ايه قولك ها افتح لك ها افتح لؤيا افتح لما انه يتخوت sabان افتح لط فروي افاق ، افتح يا مري يا مري ملك الحكمة يا حكمة يا حكمة يا حكمة يا حكمة رب ري طمن عليك يا حكمة يطمنوا يا غالي يا مرات غالي أسطر يا رب خير يا جماعة ملأ حكمة خير ان شاء الله حكمة جالها نزيف وقت هتموت وتتصفى من نينة نزيف جالها نزيف فين ما خبراش الدكتور جوا عنديها هيخرج ويقول لنا اهو الدكتور خرج اهو خير يا دكتور ملأ حكمة بالتخول الحمد لله حافظنا على القنين والقنين بفير جانين جالك كلامي لا اشكتوا مش عايز حد ينطط بكلمة هفهم وحشتنا قوي يا حسين ما عقولت غيبة علينا الغيبة دي كلها والله شاين ده وانتو كمان وحشتوني يا وان ازاك يا مومة نحمده على كل حال نعرف ان انت زاعدانة مني ما عندك حق بس انا جايلك المهاردة عشان اطملك خير يا حسين في ايه الحمد لله اشتغلت اشتغلت في شركة استراض وتصدير المرتب كويس اوي خمس تلاف جنيه في الشهر بجد؟ ألف مبروك لحسين وحيددو لك المرتب الكبير ده ليه؟ طب مان يا مومة هادوني المرتب الكبير ده عشان هشتغل في التخليص الجمركي يعني بحكم معارفي وعلاقاتي في المواني من الايام الداخلية يعني خلاص فوقت من اللي انت فيه هتمشي صح يا حسين يا أمي محدش بيمشي في الغلط بمذابه الظروف هي اللي بتجبرنا عالغلط بس مع اول فرصة للصح واحد بيرجع كما انت شايفه ايوة كده يا ابني طمنت قلبي ربنا يطمن قلبك انا مش عايز اقولك يا حسين انا مبسوطة بكلامك ده قد ايه؟ مساء الخير مساء المور تعال ابرك له حسين ابرك له على ايه؟ حسين يشتغل في شركة تصدير واستيراد ايه؟ مش طلع منك كلمة مبروك يا محمد؟ مبروك بس على الله كلامك يطلع صح يا حسين معلش يا حسين ما تزعلش منهم؟ انت عارفه يعني لما بيتقمس بتبقى راسه ونشفة قد ايه؟ اللي اخوكي فيه ده مش عمس انا من ربيه يعارفه كويس من ربيك انت وهو انتو الاتنين عيالي مش اخواتي اخوكي كان شايفني حاجة كبيرة جدا ومن وجهة نظره ان انا خزلته كسرته قدام الناس بس اذا ربنا ادينا العمر اللي ايام جاية كتير وكفيه لا تثبتلي ان انا ما خزلتوش يعني خلاص من زعل منه؟ حد يزعل من عياله ما قلتلك انت وهو مش اخواتي عيالي ربنا يهديك يا ابني ويخليكوا البعض ربنا يهدينا جميعنا ماما وترضي عنينا كتير بوليك يا امي انت متجوزة؟ كنت الله يرحمه بقى خلاص عريسك عندي اخوي عشان جال في الخليج ورجى مقصوص عشان الفرح ده لا انا مش بفكر في الموضوع ده خالص متفكرش في ليه انتو صغيرة وزي الامر يا ونفسكش تبقى عروفة زي العريس اللي انت بتزواءين كل يوم والتاني؟ انا البست فستان فرحي خلاصي كل الفرق معي دلوقتي اطلع بنتي دكتورة زي ما ابوها الله يرحمه كان عايز الله يرحمه مونيرة جالكم كلامي رح يتلع تمشي في الحرام وحبلة كمان انا مش مسدقة اللي بيحصل ده يا جماعة يمكن حبلة من دياب حرام عليكم دياب؟ دياب ميت من الشهور يا دي الفضيحة والعمل دلوقت العمل عمل ربنا وربنا رايز يفضحها ما بزياداكي يا نجيبة عاد بزياداني ليه؟ ما انا قلتلكم انها مش شريفة وقفتوا كلكم ضدي كناش نصدق ان حكمة تعملك دي؟ كنا فاكرينها قصيلة وعندها شرف وهتجيب منين الشرف من واحدة خاطية زي دي؟ يخسارة يا حد، يخسارة حلها الوحيد انها تتقتل ونغسله عارنا قدام الناس حرام عليك يا شيخة ليه القسوة دي؟ دي عاداتنا ولو عمها ما قتلهاش انا ليه تصرف تاني ايه دي يا حكمة؟ ايه دي؟ انا قلتلك هتصرف ايوة هتصرف ايه كان نقصنا ايه ايمان ايمان ايه دا حسين؟ دي عربية جديدة؟ ايه رأيك؟ مبروك الله يباري فيك يكيبتها بالقسط عشان هترحل بقى من زحلة الموصلات ايه رأيك يا ملوك؟ يعني يعني؟ الله وانت لكيبتها عشان تقولي يعني؟ وما لما تسويها هتقولي ايه؟ انا لسه صغيرة وانت عارف كده انا عارف يا سنتي بس انت مش هتسويها لوحدة انا حسوها معاك ايه رأيك؟ اتفقنا ايه اتفقنا؟ بالمناسبة دي هعملكو بكري يوم رياضي يعني ايه يوم رياضي؟ يوم رياضي يعني اصلا نحتفل بالعربية الجديدة نخرج نفسح ماشى شوية يعني؟ عشان خاطر ملوكي؟ ولا ايه ملوكي؟ هنيجي طبعا اهو شفت بقى؟ ماشي؟ هتيجي؟ لو ملك وفقت يعني انا موافقة؟ ايه ملك وفقة؟ طب خلاص انا موافقة؟ يعني احتمال ماما تبقى موجودة شاهندة وحسن الصغير يعني؟ انا اتبسط شوية لرد طيب اشوفكم الصفح ان شاء الله بإذن الله السبعة اللي خير مبروك الله بارك فيك سلام مال الله حب عليك يا فاجر يا عبي حرم عليك ما تقول يسك ده؟ هم لقول ايه؟ في حبلة وجوزف ميت جبت لنا العار ومش يمحيه الي موتك يا فاجر ديابة عايش عايش وكلمت وحيادي تبتقولي ايه؟ صدقني عامي ديابة عايش واللي في بطن ديه ولده ولا حره وشريفه وعمري ما كنت خاطئة كيف عايش؟ والحكومة ذات نفسيه بتقولي انه ميت فكلاني اكل من كتبك ورحمك يا فعجرة صدقني عامي ديابة عايش والله العظيمة عايش انا 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 صدق ماذا؟ ديابة ديابة بالعصر ديابة قول ديابة منصور البطاش وشحمه ولحمه واللي عنده كلمة كلمة تضمني طول ما نعايش ما حدش حيمسش عرامني كباصل طول ما نيوم نصور طول ما نصور طول ما نصور طول ما نصور بلا سلامة ديابة عاوزكم تعرف اللي في بطن حكمة دي يبقى ولدي جابر مرد دياب البطاش أشرف من الشرف وميت راجل واللي حيدس له عطرف أكتل وأشرف من دمه حقك علي يا دياب أزورين يا حكمة فهمت الموضوع غلط المهم إنك فهمته صح ودلوك وزي ما فهمته صح عاوزكم تكتموه واللي ينطق كلمة واحدة أكسم برب العباد لنها شو بسناني حكمة حتتدل معايا لمصر وانتو اللي عاوزة منيكم أي حاجة حتوصلها ولحده ليه لأنه بيت الكبير حيبقى مفتوح لأنه الكبير ما ماتش الكبير أهو قدامك يا سادك بي فاهم ولا لا طعم 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 خلاص خلاص مش حسيبك لا أنت ولا والدي لازمة نمشوا بسرعة قبل ما حد يعرف إنك هنة أنا حاسب يحسب كل حاجة مام؟ انبسطت يا ملوكا؟ انبسطت قوي يا أنجر حسين أخيراً لقيت حدها هي تعطرة عمان إن شاء الله بإذن الله كل من مفاضي موريش حاجة حان أخروا كل رسالة والله دي أول مرة تبسط فيها من مدة طويلة قوي لا يرحم لا يرحم لا يرحم ستاعد أنا كمان أول مرة تبسط فيها من مدة طويلة قوي اوه ربنا يصب بارك يا حسين ربنا يصب بارك مرسي يا مامي أعرفو تحال حلوة مرسي على إيه يا حبيبتي انت قولي مرسي الأنجر حسين أمي كل حسين تطلع طايف قوي يا مامي أنا حبيته هو كمان حبك قوي مامي ممكن أقولي الأنجر حسين يا بابي بابي؟ ليه يا حبيبتي أصلا لما لاب معي حسين ان هو بابي هو فعلا عمل زي بابي قوي تاعدي ترغي نامي نامي انت عندك مدرسة يا رغين ما حبك هذي باسي موسيقى 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 الله ينور عليك يا باشي هو ده الشغل ولا بلاشت انت مش عارف فرحتي من ساعة ما عرفت ان الشحنة دي وصلت بالسلامة انا مجاليش نوم ليه السلم وش معنى انا الشحنة دي منا ياما خلصتلكو شحنات ايه المشكلة في دي يعني فيها ايه دي غريبة يعني لا يا باشي اصلي الشحنة دي زبدة الزبت زبدة الزبت مش ماه مفاهمك بو انت لازم ان تفهم دي مين ده خلاص يعني بقيت واحد مني مبقيتش غريبة مبقيتش غريبة مبقيتش غريبة مبقيتش غريبة المفاهمة مبقيتش غريبة والباقي كله دموية ده أنا حاوديكو في ستين داية أنتو زي تخلونا اشترك في جريمة زي دي؟ جريم ته جريم ته لا سمح الله هو احنا قتلنا قتل دي تجارة ده تهريب تهريب أنت لأس يا طهر أنا كنت ايه؟ كنت يا باشي كنت إنما أنت دلوقتي حاجة تانية رميت حمل الميري من على كتافك وبقيت حر نفسك وبعدين اللي احنا بنعمله دي خير فيه ناس غلابة يا حسن باه ما بيقدروش يرفعوا رصهم قدام ميراطاتهم ورقابيتهم قد السمسمة اسألنني احنا بقى بنستورد الفياجرة دي عشان الغلابة دول يرفعوا رصهم قدام ميراطاتهم وبيوتهم ما تتخربش انت أكيد الجنانت في دماغك ما تكبرش الموضوع يا حسن باه ما تكبرش الموضوع واحسيبها بالعقل عقل؟ انت خلت فيها عقل؟ انتو عايزين نخلت مبادئ ازاي؟ مبادئ ايه؟ مبادئ ايه يا حسن باه؟ المبادئ دي خلاص ما عديدش بتأكلهاش بيعها بيعها واستفيد بفلوسها بدل ما تصدي جواك وتضطر يتبيعها ببلاش بعد كده انت الزهر نسيت نفسك اه طهرة مسته اني عمري ما نسيت نفسي بس الزهر ان انت اللي نسيت نسيت انك رد سكون وما بقيتش الباشا بتاع زمان طهرة مسته اني بوعيك يا باشا اني بوعيك وبعرفك مصلحتك اللي انت مش عارفها تقدر تقولي خدت ايه من شغلك مع الحكومة؟ غير المرمطة وقلة القيمة واخرة المتمة؟ استغنوا عنك ورموك في السكن عارف ليه يا باشا؟ عشان هم موظفين ما بيحبوش بعض ما بيخافوش على بعض ان ما احنا في شغلانتنا دي قلبنا على قلب بعض لان المصلحة واحدة حق مش عليك انا اللي استغل ضرب الجزمة ان قبلت اشتغل مع واحد وقتي زيك ماشي اني واطة بس يكون في عيونك انت مفيش حد حيوظفك ولا حيدي لك المرتب اللي بدهولك وخصوصا لما اعرفوا ان انت ثوابق برا الباب دي مستنيك الفقر وقلة القيمة وضون ما بيرحموش حد اسمع كلامي اسمع كلامي وانا اخليك تلعب بالفلوس لعب واخليك كبير والصغير يعمل لك ألف حساب احسبها يا باشي بس ياريت احسبها صح بس ياريت احسبها صح حسبتها يا طاهرة مستيه وموت مجوع اشرف لي ان ابيع كرامت الواحد واطي واسخ زيك بصراحة يا باشا تمسك ابريهام هو اللي خلاني اجي اطلب ايدها للمرة التانية وعموما لو سعدك رفضت انا مش هزعل انا مقدر موقف سعدك بالعكس يا محمد احنا يشرفنا انك تبقى جوز بنتنا وبعدين كل عيلة فيها الكويس والبحش مش كده ولا ايه وبعدين يعني بالنسبة لاخوه انا مليش اخ بتقول ايه زي ما يقول لحضراتك كده انا مليش اخ للدرجات دي دي اقلا حاجة ممكن اعملها مع واحد لا تخصوه مع تلعيلة قموما يا محمد ده موضوع يخصك لوحدك احنا ملناش دخل بيه احنا ملناش الى انت يا حبيبي انت بسم الله ما شاء الله عليك زي الفوري شوف يا محمد ريهام بنتنا الوحيدة واهم حاجة احنا عايزينها سعادة بنتنا وتلمى ريهام متبسكة بيك قوي كده يعني احنا كمان مش هنقفة طريق سعادتك وأبدا يعني موفقين الف ممروكي حبيبي وعشان اثبتلك جديتنا انا ما عنديش معنى ان كتب الكتاب والفرح يبقى يوم الخميس الجاي انا معقول يا بابي ومش ما هنقول ليه احنا كل حاجة جاهزة مش ما استغلنيه نفرح شوي ايوه فانديم بس انا لسه مش جاهز بصل الشقة اللي انا حجزتها في مشروع الشرطة الجديد لسه ما استلمتهاش ولا يهمك يا حبيبي تعال عودوا معنا هنا والشقة تبقى تجازة يا راحتك وزي ما انت شايف احنا عدين لوحدنا ببلا طويلة عريضة وجودكم معنا هيوانسنا لا معلش يا فاندي انا حب بعيش معمولاتي في شقة ايه اخصى عليك يا محمد احنا خلاص يا حبيبي حانو بقى قابل واحنا بنقول اللي بتاعي لعيشوا معنا على طول تا يا دوبك لغاية انت ما تستلم شيئتك وتجهزها حيبها صعب سعدتك مفيش حاجة اسمها صعب انت ببلغ اهلك ان يوم الخميس الجاي الفرح وكان بالكتاب والغاية اخر الاسبور يكون جهزنا كل الحاجة وافق بقى يا محمد خلينا نفرح على خيرت الله مبروك يا محمد الله يباريك فيتي ازايك يا حسين؟ ازاي كمان؟ جبتلك شاية روز البابا انا مش عارفة قدي جميلة كفين؟ كفين يا بقى كلام ده؟ عادي المحاضة فيك يا حسين؟ عندي شوات مشاكل في الشهر مش عارفة حالها ازاي؟ ينفع اسألك ايه مشكلة؟ طبعا ينفع بس في شوات مخالفات بتحصل في الشهر ولو وافقت عليها عجب بشارك فيها طب توافق لي كيف ما تريح ضميرك وتقوله مديرك؟ طب لو قلتلك من المديري شخصيا هو اللي مصر عليها وانا مش قادرة اطوع لانها بقى بخالة في ضميرك اوعى تخالف ضميرك يا حسين مفيش اي حد يستاهل منك تعمل كده عشانا هتستفيد ايه لو كسبت العالم كله وخسرت نفسك كلامك سليم بس حتى لو قلتلك ان اللي انت بتقنيدها هيخصرني شغلة وهارجع تاني عاطل لشغلة حتى لو خسرك العالم كله ربنا هيعوضك بشغلة انا احسن فيه يا حسين احنا نقصين تشايفة كده؟ كل واحد لازم يحط خطوط الحامرة لنفس وما يستانيش حد تاني يحطها ده لو انت عايز تعمل حاجة صحة في حياتك موسيقى اقولك ايه يا ممي؟ ايه يا حبيبي انا انت فعت مع السيادة اللي هو على يوم الخميس الجهة عشان كانت بالكتابة والله العظيم ألف ألف مبروح اهوكي ده أخبار حلوة ده الأخبار الهم اللي بنسمعها كل شوية هم ليه توطل الشارع؟ يعني عجبك حال اهوك ده تقريباً شي بنو معطي عنا ولا حال اختك؟ تلعيش علي؟ انا بس ساعدك تشتري بقى فستان حالو كده عشان كانت بالكتابة طبعاً ما احنا كلنا هنيك ان شاء الله؟ كلكو؟ ها؟ شاهندة في ايه؟ شاهندة في شغلها يا حبيبتي مطحونة في الشغل عشان تجيب فلوس للوالد والله انا بيتي دي صعبان علاجة لو حسام فين؟ حسام حسام مش هنا؟ حسام ابن شاهندة اه ابن شاهندة نايم يا حبيبة انت عارف ان عنده حد انا الصبر يا باختو نايم ولا في المهو اي حاجة هم؟ عادي الحق والله انا بقرها عليها بياريتنا بدلنا زغيرين ولا كبير يا ياريت يا حبادة بضلته زغيرين على القل كنت بضلته في حقنا يعني ما دلوقتي كل واحد فيكو في حد مش عارفة تلمى عليكم بصراحة كده وما تزعلش مني بياريتني كنت مكامل مكامل مش قاملة دي مصيبة يا ابني عندك حق فعلا دي مصيبة انت ساعدت في التهريب من غير ما تعرف مصيبة؟ يا مين يشايني شي لا شمال تصحصحني وتعيشني بني آدم بني آدم؟ وما الحيواني بايه؟ الحيواني يا حبيبي اللي يفوت فرصة زي دي وما يستغلهاش باردوني فوكس ماقول يا رب اللي بحصل لي ده؟ يعني بعد ما كانت شغلتي ان انا قاوم الغلط وامنعه دلوقتي مجبر صحينا عنه واشارك فيه كمان طيب باشا ما اتجربت المقاومة قبل كده وديك شفت النتيجة ايه؟ ما اتجرب بقى المرة دي السقوت اكيد يعني النتيجة هتختلف وبقى ان انت موصف عنده ارزق يعني ما تأخذنيش والمثل بيقولك اربط الحمار واطرا ما حب صاحبه ايوة ايوة يعني اتكبر لها اتكبر لها؟ اه عيش وكل ارعيش يا فاكس ومطرح ما ترسي دقل وبعدين دي مكويات يا مخدرات يا بوبو ولا ايه؟ ما تفهمه؟ سام الالدي مجانين وانت اكيد مش تسمع كلامه؟ ما تنقلت انت بسكياتك بقى ما تخيبش الراجل بصي عمامه فقوتها واعمل نفسك مشوخ بالك ولعله خير ان شاء الله ايوة خير عيمي خير بس شو ملاحظ ان اهتمامك زايت بي حبتين ثلاثة ايمان؟ يا ماما دجرنا وقعد لوحده ومحتاج حد يوقف جنبك والنبي وصع على سبع الجار يا حبيبتي ما تنسيش ان انت اهرمانك وكلام الناس كتير وماما بيرحمش وخصوصا انت داخل خارج على شقيته ماما مالك فيقي بتكلمي معايا كده ليه؟ انا عارف حدودي كويس اوي والعلاقة اللي بيني وبينه علاقة انسانية بس جارة العلاقة الانسانية دي ما تتطورش الحاجة تانية وما تنسيش ان ارد سجون وبعدين الفرق بينك وبينه كبير قوي يا لهوي انت جننت الجننت ليه يعني؟ انت راجل على العدب عملي فيها مدير وحمالها الزقني في راح والجاية انت حطه في البكابرت وطيفل عليه؟ ده انت بتتلكك له بقى علشان تسيب الشغل وانت بتتلكك يا اومنير عشان ما اشتغلش معاك في الكوافير وانت عزي الشغل هي يا اخويا في الكوافير حريمي انت غطص في المجاري يا سد تغطصيني في اي حاجة وانا سد بقول الله ما تعفها لي فهلوع جبك قلتلك الف مرة لا مش معنى انك تبت شغلك اخليك تكي تشتغل معايا اخصى عليك يا اومنيرا ده انت براتي وحبيبتي مش معقولة تسيبيني كده وما تشيرنش بقزمتي اشيلك ده ايه يا اخوي هيا المشوحة ناصة مش كفاية بخلان علينا مبرتبك اهو تعطع يا اخت من كتر قارك ومعادش عندي اي دخل يبقى تقعد دلومتك تربي عيالك عبال ما جي من الشغل بدل ما جيبشها خلا تاخد بالها منهم يا نهر كسود يا اونيرا انت عايزان اسيب الغطص في المجاري واخدف في البيوت يا اخوي محسس انك هسيب رياسة الوزراء ده بيتك ودول عيالك تقعد تربيهم وتعمل حاجة مفيدة احسن بدل ما تعدلك اده زي الكوبة تكون يا سيدولار مطرح ما يسري يمر يا اخوي الاكل ده كله بقى اختي زوز وعمليه مخطوص عشانك لما عرف ان انت جاي ايه تعرفني من قبل كده لا يا جادة عوالي لا يسير غيرك ده انت حبيبي ربنا دي والمعروف هيديمه كل يا سيدولار انا اكل مش عقبك ولا ايه بالعكس ده انا عمري ما شفت اكل حلو كده مانا ام انا ارحمها ما ماتت ايه ده انت عايش لوحدك يعلمك عزبانج يعني عايش مكدر مع ابو اي امراضه ايه ام بيكهربوك هم فعلا اما كهرباني اميرات ابوها يا سيدة حامل بشكلها هتجيب حتة عايلي دخلني الجيش ده جال ان هم منظرين على القضاء بتاعتي وعايزين ينتروني قبل كاش بر البيت لعله خير ان شاء الله وما بيت ازوز وعمل لنا كباتين شاه حاضر يا ابي ابي اخوها كبير اه بص بقى دونر انت صعبت علي وانا قررت عادك معانا هنا في البيت في البيت فين؟ هنا معاك انت اختك؟ ايه باي جادة عالناس تقول ايه قلا ده انت هتكتب عليها اكتب على مين؟ على زوزو اختي وعلى رأي المسل اختي بالأختك؟ واحد زي اخوه؟ انا عمري ما سمعت المسل تقبل كده؟ اديك سمعته؟ ايه رأيك؟ المسل؟ في اختي زوزو اكلها حلوة؟ اكلها بس؟ ما خدتش بالك من عينيها شعرها؟ جسمها؟ رجل عب بلطة خلالها معا وانا بكلمك في حاجة حرام ده جواز انا كنت احسن الاكلة دي وراها مصيبة زودة الشاي تعالي يا زوزو سليمة على العريسة حلق حلق عريس الجيل ليه يا اخوي وانا مشبهش وانا مشبهش وهو الطول ده عتل ما يتمناني انا حلو وموظر زي الامر بعدين يا دولار احنا بنشتري الراجل اهم حاجة يبقى مكتوب في البطاقة دكر لما من ناحية دكر ما تلاقش فهو دكر لك انا معيش بطاقة اساسا او مالو يا اخوي نطلع لك بدل فائد اخبار ده تنضمن انياته بقى سريع سحة كتب الكتاب بس ما تقلوش نابوك ويطلع على شونا طمع مين يا مقامل انت تعرف اللي قدامك دي؟ بتحتاكم على صور صروة واملاك صروة واملاك بالمنطقة ما عفلنا لانتو ساكنين فيها دي؟ طب انا اقولك على حاجة وانا اطالع من تحت شمرت البنطلوة طب ارأك بقى انها بتحتاكم على مرجحة مولد وعربيت بمب فاحسن ناصية فيك يا مصر فين بقى؟ في منشيط ناصر عند محطة الكوتش اول الناصية بقولك يا العلو دي بنت ناس وصاحبة املاك وصروط وانا قد صائعة ومستهتر يا جدا بقولك ما عايش بطاقة انت لازم تدورناها على واحد في مستوى انت صح بس احنا برضو ناس متواضعة عايزين نشتري الراجل وعلى رأي المثل خدوهم فقرة يغنيكوا ربونا فكروا رد علي ولعلو خير ان شاء الله تركب جنبي ولا تركب وراء؟ لا هركبك وراء وقف هنا بس ثانية واحدة ترجمة ترجمة وقد تجع ترجمة دعنا يا طاهر بص تحت دماغي كي هو عا تكلم لازمه اللي ياجب خاطره أمم لا حسنًا يمد رجليح عليلي يا طاهر اسمع يا طاهر ما تنسى شي إحنا عوزينه في الأكبر من قدين لو مجاشي وقملناش فيه مصلحة قل عليه يا رحمن يا رحيم سلام حسن به وصل دي خامس مرة حالك تسأل عليه من نهاردة هو في حاجة؟ انت هتعدي علي انت مالك اسأل عليه كم مرة اني اسأل عليه زي ما انا عايز وانت يجوي وخلاص وصل ولا موصلش؟ لا لسه موصلش بس أول ما يوصل هقول لحضرتك على طول طيب غري من قدامي غري من قدامي هو أول ما يوصل تعاليل الدنيا خبر أنا أسف يا طاهر بيت عن إذن حضرتك يوقع يا سودة وصي ولا يتهفف دماغه ويروح يبلغ عن نينة مستور يا رب مستور يا رب معي يا رب وصل يا فندم وصل بلف حمد وشكري لك يا رب وصل من إمتى؟ لسه وصل حلم في مكتب طيب غريس روح أنت يشوفيه يشرب ايه؟ عبال معمي الكليفون روح ها ألو؟ هاي طاهر حسنبي وصل بالسلامة وصل؟ ربنا يطمّنك أنا في مبروك علينا سلام أنا حطيت شنطتي في قوتك بس مش جدرة فضيها دلوق ألقوا عدي ألقوا عدي من هنا ورايح ما عوزكيش تتحركي خارس لحد ما يجي جبر صغير ربنا يخليك ليه ومحرميش منك خارس وكلها كم يوم ونتنجلوا على المكان الجديد نتنجلوا نروحوا فين؟ هو إحنا لسه جاعدنا؟ عفلتك الجديدة أتليك بيك أنت وعياني ومن النهاردة ما فيش بعضي خالص أحب على يدك يا سيديا بكفايك بعض مرفي منصور نايمت جو نايمت ايه؟ يعني هو نايم نايم تعالي سيديا سيديا أنا باستحي تستحي أنت إزاي يا ماما تعملي كده؟ إزاي تكري ناش بلدياتك؟ يختف الولد من حد أمه؟ أنا رجحت الولد لحبنا بوه سيبات شاهدة دلوقتي عيني قلبها محروق قلبها بيتقطع ما يتحرق ولا يتقطع مهيان ما حرق قلوبنا قبل كده؟ مشاكري قوي يا مجاهد انت بملواني حقيقي ما يجيبها اللي رجالها بمورينا عزنا تهاني ما تقدمينك يا ستي ما عايزاش مني لحدة تاني؟ رايحين على فين؟ أنا عاود على البلد طوالي خدوني معاكم هاد الولد أنت رحف هنا ماما بس؟ هاروح بتقاني هناك في العزمة لحد الأمور ما تهدأ أنا عارفة ستي شهندة مش هتقضى خالف و هتتقضى بخاف الولد و هتجيل الخبال لحد هنا انت يعني بتدبسيني في المشكلة و بتخلعي؟ لا يا أستاذ أنا بحافظ لك على ابنك اللي انت ما قدرتش تحافظ عليه يا سات المحام المحترم طب بعد إذنك لو سيبينا عاود معاه شوي أنا لسه مش بعدش منه انت عارف البيت كويس قوي انك في العزمة تعال عاود معا ابنك زي ما انت عايز و اسقالك و عزوتك و انت لو تيجي معايا ولا طبعا أم الحشب حفل المين يلا يا أخوي يا جاي الشلطتك و حصاني تحتنا في العربية حاضر أمك بقت خاطر قوي يا طرح تهمل فينا ايه؟ يا مرحب يا مرحب يا حسان باشي نورت مكتبك اني كنت عارف انك هتحسبها صح بص يا مستهي انا زيف الزي بقى و مليش ملكة و صوتي من دمالي واللي هيفرم غير كده يبقى ما يعرفنيش فمش معنى ان انا جيت تاني انك مسكني من ايدي اللي بتوجعني معاش ولا كان اللي يمسكك من ايديك اللي بتوجعك يا باشا ايه؟ ده انت الباشا بتاعنا ده انت الكل في الكل واني كل غرضي انك تبقى موجود في وسطيني المصلحة تمشي ايش معنى انا طهر؟ صعفت علي يا باشا بصراحة صعفت علي فقلت نرزق سوي احسن ما نرزق لوحديني بتهرب حاجة تانية للأدوية؟ هي الادوية وبس ادوية وبس وكل غرضي اني اساعد الناس الغلابة وارفع راس الرجالة وفي النهاية اكسب لي ارشان اقسمهم معاك احسن ما اقسمهم مع غيرك هصدقك يا طهر هصدقك لاني ما عنديش حل تاني غير ما صدقك لو على الادوية ماشي هو ديه الكلام هو ديه الكلام هصدقك ايه حالي حصدقك بقفل تلفونتك لنا في مصيصة في ايه يا شهيند؟ امني اتخطف يا حصدق امني اتخطف يا حصدق اتخطف ازاي يعني مش فان ايه دي بسة اشنافع عربية كان فيها ثلاثة خطفوه محيطه هصدقك طب يلا بيه يلا بيه يلا بيه ايه على فان؟ ا 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 انا حاجة معاه مهم ان مستهله ولدها المش بستهلة licenses مش مستهله دي مستهلة ونص ومش قدري يا حسام هاتجلل خلاص ؟چ احندا مش راحنا لإسمو عملنا له محضر والتهانت بخط الوقت خالصنا هو اللي خاطج الحسام محدش ليه مصلحة غيره قلي لو شوفت ساهر طليق ده حarella وصناني حسام تعال اييه طلع عنده على البيت واني متأكدة أني هلقي ابني تلاقي إنه أمو اللي مقويع معقربة.. معقربة الله يسامحها واحد الصدق هو وامه إن شاء الله قوليلي السكة يا شاهندي اطلع لمصر الجديدة بسرعة يا ستة شاهندي مصر الجديدة مش كده تسوه أنت الساكت يا طب وفوق لنفسك أبي خد يا ناحا فيه تعالى بس عمتة تعالى تتعالى تنظف معنا احنا في ميزة كاينة ابني فين يا ساهر؟ ابنك تقصد إيه بالكلام ده؟ ما تتلويش قوي كده وحات ابوك وكلمني اللوات فين؟ مطي انت يا سيدي وتخلصنا دي مهما كان أمه وقلبها بيتقطع على ضلاقي انت مين انت أصلا؟ يا ساهر بقولك ابني فين؟ ابنك ابني تقف حضرتكم وشكلك كده أهمدتي وسبدي لحد ما تخطف منكم والله شكلك انت اللي بتضحك علينا يا ساهر بس ورحمة سلم امراتي اللي هي أختك لو عرفت ان انت اللي خطف الواد لا حيبقى لي معاك كلام تاني ورزل قوي انت بتهددني ولا أحسن يا عم انا لا بهددك ولا يحزنون كل الحكاية ان الواد تخطف وانا عايز اعرف انت اللي خطف ولا حد تاني وهتفرق في ايه يعني؟ الله يطم من قلبك كده انا يا حتنا وعرفت ان الواد عندك هقصلي ان انت اللي خطف الواد ايه يا حسام انا اللي خطفته اه يا حرام يا ندل ها وديك في ستين الف ده يا قوعت الغلطي بأي كلمة وانت ها وعتمد ايدك لحسن اعطاهها لك ماشي يا حسام الواد ده اجنزوا مع ابناء بالظبط وما فيش اي قانون بيعاقب انه اب ياخد ابنا سليم ما فيش قانون بيعاقب انه اب يا خطفنا نتكلم بقى لما تهدك كده وتركز وععلك يرجع في رأسك سلام انت هتسيبه هو بيقولك انه خطف ابني؟ مهربه ابنه من حقه يتمتع بيه زي ما انت كمان من حقه تدلعي وتتمتع بيه بس بعدين مش دلوقتي عشان انت هو اللي مش دلوقتي انت مش شايف قلبها بيتقطع ازاي الواد ده لازم يصهر النهار ده خلاص يا طه خلاص نكلم بعدين يلا يا شاهند يلا يلا امور مني احنا تطميننا على الواد يلا روح يا شيخ الهي ربنا يبتلك بمصيدة يلا طيب يلا طيب اوه يا حزيمة ايدي يا شاهند ايدي يا حبيبتي اه ده ازاي بس يا ماما خيدي يا شاهند ايه اللي حصل ازايك يا محمد باشي صهر انت عاد هنا بتعمل ايه مش وقتها اسئلة دلوقتي ابني تخطف صهر خطف يا محمد انا مش مصدقة ان صهر يعمل حاجة زي دي انت بتقوله ايه هو الجنن ولا ايه ده انا هروح اجيبه دلوقتي واغسر دماغه ابنك حيباد في خضنك اشهند استعدى بالله بس يا حضرت الزبط اتكسر دماغه ليه بقامرت ايه الراجل خطف ابني يعني مفيش جريمة انت حتحميله ولا ايه انا مش بحميله يا حضرت الزبط انا بتكلم بالعقل وفي الاول وفي الاخر مش عايزين الوقت يشوف هم وابوهما بيعطاع ببعض ساهر ما بيجزغل بالعافية يا حسام انا عارفة معاكي حق يا سيدي شاهندة فيه ناس ما بتديش اللبار بالبلغة ما تخرص انت انت ايه اللي ده الخلك ما بينك بس يا طاهر اظن مش من الزوق يا محمد بيه وعيب انك تعمل ديوفك كده انت هتعلمني العيب وليه لا قاباش ده كان زمان قبل ما تباني على حياتك ما صحش كده يا محمد هاي طاهر اتغير يا محمد بيه اتغير زي ما كل حاجة اتغيرت بقى بيه يا بيه بيه ده منظر بيه بقى بيه من ايه من كلم ربنا عشان نيتي الصف يه وقلب اللي زي الحليب طاهر بقى مديري في الشغل يا محمد مديرك وانت ملقيتش غير طاهر المستيع عشان تشتغل عنده وماله طاهر المستيه يا محمد باشي ده احنا كلنا ولاد تسعي وبعدين ايامة خدمتك اطلع بره يا لك اطلع بره بدل ما تتخنقوا معا بعدش كل يحل في المسيبان لانا فيها دي اخوكي حسامة عنده حال ندي فرصة السهل ان نفكر شو هي ويرجع العقل ويرجع الولد بدل من نخش في مشاكل معاه انت كمان يا موما هتقولي كده ما احنا لازم نحيله انتو احرار انا ممكن اجيبه وبايته في التخشبة لحد ما يجيب الوعد بتهمت ايه باشي؟ من غير تهمة بلطاجة كده وخلاص ولا انت انسيت انا بقيت ايه؟ بطل افترة على خلق اللي اه ملكش دعم اهيب يا محمد انت بتكلم اخوكي الكبير الكبير كبير بقى اخلاق ومش بالسلم وانا مش هرد عليك عشان انا الكبير بقى اخلاق يا محمد بس بيه يا ماما واضح ان المحمد بيه نسي حاجات كتير طبعا لازم انسى لازم انسكت بقى التمثيل اللي انت مثلت عليه بطل بقى يفاها بقى ايه انتو بضلك في حلق كتير بس ام على فكرة يا اخوك عاوز يكتب كتابه الاسبوع اللي جاي ممكن اعاوزك يا انا عشان انتساعده في كل حاجة لا انا شايف اني ناجل المرأة طبعا بوجة نظر يعني يعني ايه يكتب كتابه واخته عن ده المشكلة انت مالك انا معزمتكش ايه اللي انت بتقوله ده يا محمد انت بتخرف يا خرص انت مالكيش دعوه انا عارف انا بقول ايه انا حر اعزم اللي يعجبني واللي ما يعجبنيش معزموش ولا انت لك رأيه تاني انا ماليش ايه يا باب انا لحد كده وحلو اه يا محمد باش ماليزك يا باب ماليزك يا شاهد يلا يا باش السلام عليكم